السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة دروس الدعم والتقوير الابتدائي مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد في حصة اليوم إن شاء الله سننجز الصفحة 40 من مرجع الأساسي في النشاط العلمي للسنة الأولى من التعليم الابتدائي الطبع الجديد والمنقحة من على هذه الصفحة لدينا درس متى أتغدى الدروس لوحدة الثالثة تغدية وصحة الإنسان إذن من أهداف هذا الدرس أن يتعرف المتعلم أهمية تنظيم أوقات الأكل وتناول الأغدية وأن يتناول ثلاث وجبات في اليوم إذن نلاحظ الصورة لكي نطرح سؤال التقصي الذي سنجيب عنه انتلاقا من الدرس لأن هذه الصورة تبين عائلة تتناول وجبة الغداء إذن هالعائلة تتناول وجبة الغداء إذا لاحظنا لدينا لدينا لديهم لحم خوبز إلي آخره خضر بطاطيس إلي آخره إذن هنا هي السؤال اللي غنطحوا في هذه الحصة إذن نقدر نقوله متى أتغدى أو أو كم وجبة أتناول في اليوم أو ما هي عدد الوجبات التي يجب علي أن أتناولها في اليوم أو نكتب كم وجبة أتناول في اليوم ألامت استفاهم إذا بالنسبة لها السؤال سنقترح لفرجية نكتب الفرجية نكتب الفرجية نكتب أتناول أو أنظم أنظم أوقات الأكل وأتناول وأتناول ثلاثة وجبات في اليوم هذا فيما يخص الفرجية التي اقترحناها للا تحقق من هذه الفرجية نجيب عن أسئلة الفقرة المولية أتحقق نبدأ بالسؤال الأول أو السؤال المتبت في هذه الفقرة أصل بخط كل وجبة غدائية باسمها حسب ترتيبها في اليوم أو ترتيبها اليومي بالنسبة للصورة الأولى لدينا عائلة تجلس على مائدة الأكل تتناول دجاج خبز ماء ثم فوقه إذا لاحظنا الساعة سيجدون ثمانية ثمانية وضلام الضلام يعني لدينا وجبة عشاء لأن هذه وجبة عشاء ثم بالنسبة للصورة الثانية إذا لاحظنا لدينا إبريق الحليب الشوكولات كأس من الحليب جبن خبز وإذا لاحظنا الساعة سألقوا السابعة صباحا ويعني لدينا الصباح إذا هنا لدينا وجبة فطور وجبة فطور هي التي نتناولها هي أول وجبة نتناول في اليوم ثم بالنسبة لهذه الصورة لدينا إلى تجلس على المائدة تأكل الكوسكوس إذا تأكل الكوسكوس إذا لاحظنا الساعة فهي تشير تشير فهي تشير في النهار risky نتناول لدينا ثلاثة الواجبات الواجبة الأولى هي وجبة فطور نتناول وجبة فطور علشة الثالثة هي وجبة عشاء نتناول وجبتي أو أوقات تناول واجبات نتناول واجبة في الصباح و gas في الزوال ووجبة في المساء نمر الآن إلى الفقرة الموالية نقرأ أتناول كل وجبة غذائية في وقتها نتناول كل وجبة غذائية في الوقت الفطور صباحاً والغداء زوالاً والعشاء مساءاً إذن لدينا الوجبة الأولى الفطور الوجبة الثانية الغداء الوجبة الثالثة العشاء الفطور كانت نوله في الصباح الغداء في الزوال والعشاء في المساء بالنسبة لكلمات المهمة سنعرف هذه الحصة غداء ديجوني عشاء ديني فطور بتي ديجوني ديجوني ديني بتي ديجوني هذا فيما يخص لكلمات المهمة نمر الآن للنشاط الموالي أطبقه ألاحظوا وجبات أمي وأبي في رمضان وأعبر إذن هنا لاحظوا الوجبات أولاً لحظة الساعة تشير إلى السابعة والنصف مساء إذن هذه الوجبة تسمى وجبة الإفطار وجبة الإفطار الإفطار في رمضان إذن إذن هذه الوجبة تكون مع أدان مع أدان صلاة المغرب المغرب إذن هذه الوجبة تكون مع أدان صلاة المغرب المغرب إذن بالنسبة للوجبة الثانية لدينا دجاج لدينا كذلك سلطة وخبز إذن هذه الوجبة هي وجبة وجبة العشاء إذن هذه وجبة العشاء عندنا في الساعة تشير إلى الساعة الحادي عشرة مساءً إذن هذه وجبة العشاء أفواً هذه وجبة وجبة العشاء إذن تكون من وراء صلاة الترويح وصلاة العشاء العشاء نمر الآن إلى الصورة الموالية إذن هنا لدينا مائدة فيها عصير يعني خضر فواكي خبز إلى أخيره إذا لاحظنا الساعة فهي تشير إلى الساعة الرابعة صباحاً إذن هذا قد تسمى وجبة الصحور إذن هذه وجبة الصحور وجبة الصحور إذن وجبة الصحور كتكون هذه الوجبة قبل قبل الفجر كتكون قبل الفجر هؤلاء الوجبات المترجم насколько نلاحظون أن الوجبات المترجم الداخل تختلف عن الوجبات في الأشهر يمنح الإفطار عندما نصدع فى المساء مع صلاة المغرب ثم وجبة العشاء مع صلاة العشاء ثم وجبة الصحور مع صلاة الصبح يعني قبل الفجر إذن هنا نلاحظ أن هذه الوجبات أولا متنوعة صحية غدائية إذن نلاحظ أن في شهر رمضان تختلف أوقات الغداء إذن نكتب تختلف تختلف أوقات الوجبات في شهر رمضان في شهر رمضان حيث لا توجد لدينا وجبة في الصباح ووجبة في الزوال ووجبة في المساء بل تكون لدينا وجبتين في المساء ووجبة في الصباح مع ذلك يكون لدينا واحد تنوع غدائي جميل والتنوع غدائي متوازن وصحي مفيد لصحة الجسم إذن بالنسبة لهذه الوجبات فهي متنوعة تلبي جميع حاجية الجسم خلال هذا الشهر الفاضل إذن إلى هنا تنتهي حصة اليوم نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة ترجمة نانسي قنقر